مرحبا برج العذراء اهلا فيكم في قراءتكم برج العذراء طاقتك جدا جميلة لك عندنا هنا في الناحية العملية شوف انطالع اما طاقة الماضي او طاقة الحاضر انه راح يكون في حسد راح يكون في حقد مو سحر كثر ما هو حسد حسد يدفع اشخاص انه يؤذونك في الناحية العملية من ناحية اموالك وظيفتك طموحك حتى في الجامعة في المدرسة هنا في اشخاص يريدون ان يؤذونك الرغبة الوحيدة اللي عندهم ان ياخذون الشي اللي بيدك انت يمكن يضايقونك في العمل هنا يضايقونك في العمل عشان يدفعونك ان انت تستقيل ويعطون الوظيفة الى شخص مقرب منهم لانه هنا عندنا مجموعة عندنا عقلية الجانج او عقلية الحزب متحزبين عندنا هنا ولكن ما عليك لان الله سبحانه وتعالى قاعده تشوف انه رح يعوضك بشي افضل بكثير ما برا ما رح تخسر عندنا هنا لحظة البرج هي لحظة اللي رح تخسر تفقد فقط شذي مفاجئ او تضطر تنسحب انسحاب مفاجئ من شي كان نوعا ما البيت البرج هو نوعا ما مسكن نوعا ما استقرار نوعا ما يمكن حتى شي ملكك من حقك ما رح تخسر الا اصلا اردي انت مكتوب لك نصيب ورزق افضل في مكان اخر كل هاي الكروت الايجابية هني بتبين لي انه من الذكاء ومن الحكمة انه قبل ما تخسر هذا البيت قبل ما تخسر هذه الاموال او هذه الفرصة قبل ما يضغطون عليك هذين الاشخاص النصيحة انت بتدي تنظر الى خياراتك لان هذا الكرت دائما رقم الثلاثة يتكلم عن الخيارات عندك رح تكون خيارات افضل ولكن مع شركات اخرى مع زبائن مختلفين مع طريقة عمل جدا مختلفة لكن انت محتاج تنظر الى الجانب الاخر ثلاثة مقابلها ثلاثة معنات رح ياخذون منك شيء يغلقون عليك باب ولكن في المقابل رح ينفتح لك باب وباب ايجابي وباب الزين في هذا الباب الفرصة القادمة في طريقك العمل اشوفه رزق جدا جدا في خير ورزق جدا حلال الاجابي في هذا الشيء الفرصة القادمة انه ما فيها اشخاص بهاي العقلية بهاي النوعية ما فيها اشخاص مؤبين وما فيها ايضا المحسوبيات الواسطات الاحزاب اوكي ان في احد يقدر يضايق احد ابدا لان هذا المكان اللي راح تروحه مكان جدا بعيد بعد اشوف هنا ايضا طاقة احتمال انك تحصل على عمل في دولة اخرى عقد افضل او تستطيع انك في الفترة القادمة تهاجر تذهب الى شركة اخرى شركة اجنبية عقود العمل فيها افضل ظروف العمل فيها جدا افضل محتاج تاخذ هاي النقلة فيها انتقال على اقصد وعلى ادنى تقدير هذه الفرصة راح تطلب منك ان انت انت انتقل الى مدينة اخرى اذا ما كان الى دولة اخرى ولكن بتأكيد ان انت مقبل على تغيير كبير نقلة في وظيفتك في جامعتك في مكان التدريب اوكي في مكان الوظيفة في نقلة في انتقال ظاهرة يمكن انت مستأمنة عندك خوف من الانتقال عندك خوف من الشيء الغير معروف لانا اذا انهدم البرج انهدم عندنا هذا المسكن البيت الاستقرار الاساس وين راح نروح الله سبحانه وتعالى راح يفتح لك باب ثاني القبول فيه جدا سريع اذا محتاج على الاقل انت تقدم تقدم طلبك ترفع طلبك الى احد لان من يشوفون طلبك هذلين الاشخاص احسهم راح يكونون جدا مبهورين بابداعة برج العذراء بقدراتك انزين وايضا بخبرتك في العمل خبرتك في العمل راح جدا تشجعهم ان يوافقون عليك بشكل جدا سريع ويعطونك عرض افضل بكثير حتى من ناحية الامكانات المادية عرض افضل بكثير من عرضك القديم نعم في اشخاص راح يأذونك ولكن مقابل هاي الاذية سبحان الله راح يفتح لك باب اكبر وافضل من الباب اللي انت فيه حاليا هذا من ناحية العملية خلنا نشوف جانب الحب في القراءة العاطفية يا برج العذراء شريككم راح يمر بفترة خسارة وخسارة كبيرة في حياته احتمال انه يخسر شخص جدا عزيز عليه او يخسر مثلا وظيفته يخسر زواج حتى في شي عندكم في حياة شريككم راح ينتهي غصبا عنه ممكن وفاة احد الوالدين ما اعلم بالضبط ممكن راح يضطر مثلا انه يرجع للعمل كان يعمل في مكان بعيد عنك لانه هنا في شي خاص للبسافة كانت بعيدة بينكم ولكن بسبب الخسارة اللي راح يمر فيها راح يضطر انه يرجع ويعمل في مكان قريب منك هذا الرجوع راح يسبب ان علاقتكم جدا تتوتد عندنا هني تتوتد بمعناته انه تصير جدا قريبين من بعض عندنا الكوبين شخص جدا هذا الشريك كان جدا بعيد عنك ولاهي عنك قلبه معاك ولكن عقله في مكان ثاني احس دائما كان شريككم عقله اما في الاستمتاع او عقله في نفسه دائما يفكر في نفسه وما يهمه ما يهمه ظروفك انت المادية ما يهمه انت شنو محتاج في الفترة القادمة راح تشوف تغيير جدا ايجابي فيه هو بسبب كأنما الله راح يضربه بشيء الله راح حطه بظروف معينه يخلي يتذكرك انت وخلي علاقتكم تقرب اكثر من السابق انسحاب اشخاص احتمال حتى الاشخاص اللي سبب في ابتعادكم عن بعض سبب في انه يكون هو بعيد عنك ومتخوف منك في السابق هذالين لسبب ما راح يبتعدون يمكن يتوفون يمكن يصير فيه بينهم وبين الشريك ابتعاد فالحنى بصير فيه مساحة مساحة تستطيع انت والشريك تستغلونها واشوفه هو نعم فعلا راح يستغلها لانه بشكل مفاجئ كان مبتعد وصير قريب مرة واحدة بشكل مفاجئ تشوفه مثلا على غير عادة يتصل فيك كل يوم في السابق كان مثلا يتصل في الشهر مرة كل بين كم يوم مرة عندنا شخص يصير يتصل فيك على طول يسأل عنك على طول نعم راح يخسر ولكن خسارته راح يتقربكم من بعض في الفترة القادمة وخلنا نشوف حين طاقة المنفصلين وشنو الابراج اللي على الاغلب راح يصير فيه بينكم وبينهم رجوع يا برج العذراء خلنا نشوف هنا الابراج الهوائية لا على الاغلب لا مع هذا الجوزة الابراج المائية نعم عكس البرج اللي سويته قبلكم شوفوا برج العذراء حطوا بالكم على نقطة البرج اللي سبقكم وهو برج الاسد كانت طاقة خلال شهر فبراير ابدا ما تمشي مع طاقة الابراج المائية اللي هي حوت وعقرب وسرطان انتو العكس انتو اللي راح احتمال اكثر لما يكون شريككم من برج مائي سرطان حوت عقرب انه راح يكون جدا جاد جدا مستعد للرجوع جدا مستعد انه يقدم لك حتى تنازلات عشان انت تقبل فيه في الرجوع لحد الان يسأل عنك يسأل اذا انت ارتبط ولا لا اتوقع ما ادري اللي قابلتكم كان برج الاسد او برج السرطان بس الابراج اللي سبقتكم كانت معاها الابراج المائية ما تمشي طاقة الماء خلال شهر فبراير حلنا نشوف ايضا هذا ايضا كارت برج العقرب العقرب شوفوا خلال اغلب قراءات شهر فبراير برج العقرب راح يكون جدا جاد وراغب في الرجوع احتمال انه اوضاع المعيشية تحسن فصار يستطيع فصار يستطيع ننزل وايضا فيه خسارة فيه شي راح يقل عند الشريك شوفوا حتى لو في القراءة العاطفية العامة فيه شي راح يفقد الشريك في الفترة القادمة لسبب من الاسباب مو من نفسه ولكن راح يفقد شي ويؤدي به المطاف الى انه يتقرب منكم زيادة يصير منتبه لكم زيادة هذا الكار تشجعكم انه تطلبون منه اذا تحتاجون منه شي معين في بالكم شي معين مثل الزواج الارتباط العفش المهر هذا الكار تشجعكم انه انتوا تتحدثون في الفترة القادمة مع الشريك في المواضيع الصعبة اللي فيها الاشياء المادية اللي فيها الاشياء الجادة بخصوص الزواج مثلا منزين؟ شي بخصوص مثلا انه حتى يحولك جزء من املاكة او يكتب شي من العقارات باسمك هذا الطاقة شجعك على هالشيء الميزان والدلو الميزان والدلو والثغر راح يكونون على الاغلب يحاولون الرجوع لكم ومستعدين هذا السيف الاول يقول لكم لو ما يحاولون ولكن على الاقل مستعدين للرجوع في الفترة القادمة عندنا شخص الدلو لدي الاشخاص هنا في الفترة السابقة جهزوا امورهم جهزوا امورهم امورهم صار فيها تطور وتحسن وحصلوا ايضا على حرية اكبر فاحتمال اكثر ان يصير فيه رجوع في الفترة القادمة نشوف الحين النصيحة لكم يا برج العذراء نشوف مع بعض النصيحة لشهر اضرار تنكر اي عروض تأتي في طريقك في الفترة القادمة سواء عروض عمل سواء عروض زواج وحتى عروض رجوع وحب محتاج ان تتأنى فيها لا يحس الشخص المقابل لك ان انت ميت علي او ان انت تنتظر الفرصة بفارغ الصبر هذا الكرت يطلب منك التأني برج العقرب وصار يملك اشياء اكثر وصار يملك حرية اكثر فاذا راح ترجعون تأنوا بالاضافة الى التأني هذا الكرت يطلب منكم ان تكتبون شي لما اشوف السيف الاول مع بايدابوك يقولي ان لازم تكتبون اشياء تكتبون شروط تكتبون ضمانات حتى لو كان عمل عمل جديد وعمل ظروفة جدا ممتازة دققوا دققوا في العقد دققوا في الشروط دققوا في الضمانات زين اللي يعطيكم اياها العقد واي شي غير موافقين علينا تناقشوا فيه تكلموا فيه افتحوا الموضوع نشوف النصيحة الاخيرة هني احس برج العدراء رح تسألوني من هم هؤلاء الاشخاص اللي يحاولون اذيتنا او اخذ مكاننا او اخذ بزغط العيش مالنا اشخاص ليسوا غرباء عنكم احتمال منافسين لكم ولكن ايضا فيه تحذير حين اتاني يا برج العدراء لانا سمعتكم وانتوا تقولون لي من هم الاشخاص هني فيه تحذير لا تستثمرون الكثير من الوقت لما اقول وقت تشوفيني العجلة لا تستثمرون الكثير من الوقت والطاقة ان تضعون رأسكم برأس هؤلاء الاشخاص اللي يحاولون يأذونكم بسرعة هذه الكارت تطلبونكم بسرعة ان تنظون قدما بسرعة تجدون لنفسكم عرض اخر مكان اخر طريقة اخرى لتحصلون على امواله او زبائن عشان اهني ان تضع رأسك برأس الاعداء ليست من مصلحتك في الفترة القادمة كل ذلك عندنا هني كارت يمثل نوعا ماء الزيف الزيف اللي صاير حولك يا برج العذراء فيه الكثير من الاشخاص للامانة اشوف هاي الطاقة تمشي اكثر مع الحياة العاطفية الكثير من الاشخاص اللي يدعون انهم يدعون لك بالخفاء انهم يتمنون او هم مثلا فاعلين خير وساطة خير بينك وبين الشريك عشان يحاولون ان يرجعونكم الى بعض يدعون انهم يتكلمون مع الشريك عشان يحاولون ان يرجعون بينكم العلاقة احس ان اغلبهم في الفترة القادمة راح تكتشف انت زيفهم كذبهم خداعهم لانه هني اللي قاعدة اتشوفه لا تنسى ان رجوع الشريك قاعدة تأتي معاه طاقة انه هو خسر وخسر كثيرا خسر اموال خسر سنين من عمره خسر احد الوالدين خسر سمعته صارت عنده خسارة لذلك رجع مو بسبب دعائهم ففي شيء هني كذب قاعدة يصير فيه ادعاء باطل في الفترة القادمة وانت محتاج ان تكتشفه ان هاي اللي قليتر ليس ذهب مجرد لمعة مجرد بريق على الفاضي ليس حقيقة فكأنما لا تحس ان انت مدين بالولاء لأي اشخاص يدعي انه هو كان سبب في اللحظة اللي تعلن فيها قدومك او رجوع العلاقة رجوع الارتباط بينك وبين الشريك في هذا الكرت بتشوف ان هني على طول يظهرون كثير من الاشخاص من العدم يحاولون يقولون والله احنا كنا سبب احنا الاسبوع الماضي تكلمنا مع شريكك ولذلك صار كذا كذا ابدا ابدا كأنما هنيت محتاج ان تعطيهم ظهرك وتكون مستقل مستقل في شروطك مستقل في تفكيرك مستقل بما معنى ان ما تخلي كلامهم يؤثر على ردة فعلك تجاه الشريك او تجاه حياتك بشكل عام حديث برج العدراء خطفان القراءة اشتركوا في القناة